تنديداً بسياسة الأنروا وتقليص خدماتها الصحية أقفلت اللجنة الشبابية الفلسطينية مدارس الأنروا والعيادات الصحية ومكتب مدير الأنروا في مخيم عين الحلوي الشعب يريد سكاتل الأنروا الإقفال جرى على الرغم من تحفظ اللجان الشعبية والحراك المدني والمؤسساتي عن هذه الخطوة بحيث اتفقوا على تصعيد تدرجي للاحتجاج يبدأ غداً الخميس باعتصام أمام مكتب مدير الأنروا في عين الحلوي ويوم الجمعة باعتصام مماثل أمام مكتب مدير منطقة صيدة واعتصم أيضاً عشرات الطلاب أمام ثانوية بيسان داخل المخيم رافعين لافتات منددة بالسياسة الأنروا وتقصيرها تجاههم وأقفلت مدرسة وعيادة الأنروا في مخيم المي يومي في وقت يسود فيه الأضراب مخيمات البص والبرج الشمالي والرشيدية جنوباً وسط إقفال تام لجميع مؤسسات الأنروا ترجمة نانسي قنقر